مع تراجع امدادات الغاز الروسية وفرضية اتخاذ الكريملين قرارا بوقف هذه الامدادات نهائيا وتعثر محاولات تأمين البديل تجد اوروبا نفسها امام نقص حاد يقدر ب30% من الاحتياجات الضرورية الواجب تأمينها قبل بداية موسم البرد لم يكن امام الاتحاد الاوروبي سوى اللجوء لسياسة تقنين الكهرباء اعتبارا من مطلع الشهر المقبل وحتى نهاية اضار مارس 2023 والهدف الاولي توفير 15% من الاستهلاك الاوروبي نقترح اداة طوارئ لتوفير شبكة امان لجميع الدول الاعضاء ولذلك نطلق تنبيها من الاتحاد الاوروبي ونطلب من الدول الاعضاء خفض استخدام الغاز بنسبة 15% من استهلاك الغاز الامر الذي يشكل لنا شبكة امان في حال الانقطاع الكامل للغاز الروسي خلال فصل الشتاء وكلما عملنا اسرع كلما وفرنا اكثر واصبحنا اكثر امانا القرار الاوروبي يحاول الحفاظ على اولوية امداد الغاز والكهرباء الى الاسر والمستخدمين الاساسيين كالمستشفيات والصناعات ذات الاهمية الحاسمة لتوريد المنتجات والخدمات الاساسية للاقتصاد وكذلك لسلاسل التوريد ومع ذلك على المواطنين الاوروبيين التخلي عن بعض وسائل الراحة كتخفيض استخدام المكيفات في مرحلة تمر فيها اوروبا باسوأ موجة حر او تقنين التدفئة خلال فصل البرد المقبل اما اكبر المتضررين من هذا القرار فهي المصانع التي ستضطر الى تخفيض انتاجها او بعضها للاغلاق تماما ولسيما المصانع التي لن تتمكن من الصمود في مواجهة ارتفاع اسعار الطاقة وبالدرجة الثانية المحال التجارية التي ستضطر لتقليص عدد فروعها من بين الاجراءات التي سيعتمدها الاوروبيون اللجوء مجددا الى الفحم الحجري والطاقة النووية في تجاهل لقرارات سابقة بخفض الاعتماد على هذه المصادر الملوثة للبيئة توفير 15% من الطاقة عبر سياسة التقنين التي اعتمدها الاوروبيون اجراء لمواجهة النقص في امدادات الغاز الروسي لكن التحدي الاكبر الذي يخافونه ولا يجدون سبلا لمواجهته هو اتخاذ الكريملين قرارا بوقف توريد الغاز نهائيا موسى عاسي جنيف الميادين